أنا لبيبة وهذه كتبي التي أريد أن أقرأها في شهر تسجيني الأول ادعو لي بالتوفيق يا جماعة وشوفوا كيف أقعنا في هذه الورطة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا يا أصدقاء كيف الحال فيديو اليوم في TBR جيم جدا جدا أنا متحمس له صلي فترة عم بحاول أصوره بس مش عارف ليش دايما غرفة المكتبة كانت مشغولة وكان من الصعب أني أنا ألاقي وقت أصور فيها لا يتعارض مع الأسرة اللي شغل الورفة على أي حال اليوم عم بنصور TBR جيم لشهر أكتوبر اللي هو شهر تشرين الأول شهر عشرة وأنا هذا الشهر زمان يعني زمان كنت أفكر أن الخريفة يتسبب لي بالكآبة صراحة هو مش الخريفة اللي يتسبب لي بالكآبة أنا من الناس اللي من أنصار الخريف وأنصار الربيع كنت أستغرب دايما ليش الناس بتقاسموا فريقين فصل الصيف وفصل الشتاء ليش وين راح الخريف والربيع يا جماعة يعني لكن لما قعدت مع حالي وفكرت بالأمور لقيت أنه شهر عشرة يعني نهاية السنة تقريبا أو نهاية الربع الأخير من السنة بلشنا فيه الواحد ببلش يحاسب حاله فيه على أهدافه وعلى إنجازاته إضافة إلى أنه بيكون أكثر الفصول ضغطا في العمل فكل فصول السنة ضغط في العمل يعني تسعة عشر أحد عشر ثلاثة بس على الأقل هي أحد عشر مثلا فيه ضوء في نهاية النفق بس شهر عشرة بيكون كتير مضغوط فيمكن هذا هو السبب اللي بيعملي كأبض هذا الشهر أنا داخلي هاي المرة بتحمس كتير ونفسي أقرأ قراءات كتير ونفسي كمان في نفس الوقت بس أطبق لعبة التي بي أور أدمجها مع لعبة رن أو خيار تحدي القراءة مع رن رح أترك لكم رابط قناتها في صندوق الوصف ممكن تكونوا شفتوا التحدي اللي طرحته سواء في فيديوها على اليوتيوب أو في صفحتها على الإنستجرام رح أحاول أني أدمج التحديين سواء على أد ما بقدر طيب نبدأ أول إشي كالعادة في قراءات الشهر الماضي ماذا قرأنا الشهر الماضي بخصوص التحديات؟ طبعا هاي الكتب كان يفترض أني أنا أقرأها الشهر الماضي خلين نحكي شو قرأنا في كل كتاب بشكل سريع هوست كان كتاب عن دستوبيا ما فتحتوش ما لمستوش كنت جدا متفائلة فيه مع أنه هلأ كثير بشوف فيديوهات بترشح هذا الكتاب لو بصل خريف رجال صغار كان كتاب ما يطلبه المتابعون طلبتوا صديقتنا سارة وإذا انتو بتحبوا ترشحوا لي كتاب أو تطرحوا عليه كتاب أقرأه ممكن تروحوا على فيديو كل الكتب غير المقروعة والموجودة في مكتبتي تتركوا تعليقا تحت الفيديو فهذا كان من الكتب اللي أنا قرأتها وما حددتش موقف منها كان يمكن أفضل من نساء صغيرات بس كانت نسترجى بنساء صغيرات أكتر مع أنه هذا مربوط برسوم نوار هلا أنسيت شو اسمها غيروا اسمها أو عنوانها بس بتذكر رسوم نوار على سبيستون قناة سبيستون أه فهو مربوط فيها أو فيه بعض الشخصيات اللي فيها كانت الشخصيات بالرسوم يعني الكرتون عجبتني أكتر بلد أندقر أخيرا خلصناه واخترناه أكتر مرة ومرة ككتاب مضحك مرة على غلاق ونار طبعا هاي بطلعتش نار ولا إلها علاقة بالنار وآخر مرة كان على كتاب فيو خريطة فخلصنا هذا الكتاب والحمد لله أنهينا فهيك صار عندي أنهيت تنين لهلأ والكتاب الثالث الرابع علاقات خطرة للأسف بس أنهيت ثلثي الكتاب ومتبقي لي تقريبا ثلثو فيه معلومات عن جد خطرة زي ما هم الكاتبين ومستمتعة فيه وآخر الكتاب أنهيته فعليا اللي هو The Holy Sights of Jordan وسعيدة أني أنهيته وقالو الأرجح أنه هو أحد الكتب اللي أنا رح أتخلص منها فهيك إحنا نكون أنهينا ثلاثة كتب فعليا من أصل خمسة كتب فلما نبدأ اللعبة رح نتقدم ثلاث خطوات للأمام ورح نتراجع خطوتين للوراق خلينا نقلب التصوير وتشوفوا قائمة الكتب اللي أنا حطيتها اللي بدي أختار منها لعبتي وليش أخترتها هي بلاس شوية ذربشة ما نشوف طيب يا أصدقاء أول إشي رح نحكي عنه اللي هو الكتاب أنا نفسي يطلع في قائمة السنة أو في قائمة الشهر حتى أقدر أقرأه اللي هو الكتاب اللي عم بقرأ فيه حاليا The Final Empire لأني عامل عليه تحدي في بلوغ ما فلازم أخلصه أو أحاول على الأقلية أنجز منه حتى أقدر أن أزلكم ذلك اللي بلوغ هاي واحد تنين الكتب اللي أنا اخترتها قررت أني أقرأ بصراحة من مشتريات معرض الكتاب بس الكتب اللي أنا اخترتها اخترتها من الكتب اللي أنا أصلا مقصرة فيها في خططي يعني كتب مراجع كتب عن الكتب إنجليزي تخصص حاولت أختار متسلسلات عربي متسلسلات مترجمة وكتب تاريخية من أحدث مقتنيات يعني مقتنيات اللي تقريبا مرأ عليها أقل من سنة رح نبدأ عملية اللعب بس نحن زي ما اتفقنا أول شي بنختار من قراءات الجمهور فرح أبدأ بتطبيق قراءات الجمهور أفتح على الموقع ونختار عشوائي كومنت عشوائي من الفيديو طيب رح نبدأ هلا بالاختيار نشوف الكتاب اللي رح يطلع معنا بسم الله سارة سارة للمرة الثانية رجال صغار بس إحنا قردي خلصنا رجال صغار فما رح نستخدمه حظك يا سارة لوينها لعبة بمليون بس قصة الفلسفة أيضا لا سارة لا مش معقول لحظة شوي أجيب الكتاب طبعا الفائزة سارة وقصة الفلسفة خلينا نجيب الكتاب بصراحة أنا كتير مبسوطة أنه هذا الكتاب طلع لأنه هو من أولويات القراءة لهذه السنة وأنا لسه ما قرأته بعد فمبسوطة أنه طلع بالخيارات وإحنا بشهر دوام فبالتالي أنا بقدر أدمج بالخيارات مش ألتزم بخيار واحد فقط فهذا اللي هيصير حاول أدمج الخيارات قدر الإنكان فالكتاب الأول اللي لازم أقرأه بشهر تشرين الأول اللي هو كتاب قصة الفلسفة خيار من الجمهور للسارة المحزوزة دوما إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة طيب نيجي هلأ للعبة تبعتنا إحنا اتفقنا حتى نبدأ هذه اللعبة لابد أن نتقدم ثلاث خطوات ونرجع خطوتين وهنا البرجان البرجان يا جماعة ماذا تعني؟ البرجان تعني اسحب بطاقة واقترح كتابان يتطابقان الكتب زي ما اتفقنا اللي رح نختارها ومرتبة حسب الأولوية كمان يعني أنت عبانة ومرتبة حسب الأولوية فحن خربش شوي البطاقات نجيب شوي من المنتصف شوي يا جماعة من المنتصف ونحطهم من الأمام وندفع من الأمام ونحطهم في الخلف خليني أني يجي هلأ بطاقة واحدة وكتابين ميري 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 ميردروك براندك ميري ميري واحد من الشخصيات الهوبت اللي يصطف أنه بيشرب مياه كتير من المياه اللي بتشرب منها الأنس اللي هي الأشجار التي تتحرك فبيصير أطول واحد في الهوبت أو أطول واحد بتاريخ الهوبت فمطلوب إني أختار أطول بالطول أطول كتاب في المكتبة طيب هلأ كوني أنا محددة بس الخيارات من هون فأنا رح أخذ أطول كتاب موجود هون يعني غش واضح وبين أطول كتاب موجود هون بالطول مش بالسمك فأتوقع أنه هذا الكتاب أطول كتاب التطهير العرقي في فلسطين وأتوقع هدول التنين نفس الطول تقريبا صاح خلافة المسترشد و في فرق الطول بسيط لهذه طيب يا جماعة أطول كتاب في المكتبة كان التطهير العرقي في فلسطين في الأشياء اللي أنا مرشحة هون ويليه عامر وبرلينتي اللي هو أتوقع شخصيات كانوا في أيام عبد الناصر وكان لهم إشي معين وفضيحة معينة فحقرأ هدول الكتابين والتطهير العرقي في فلسطين هذا الكتاب أصلا موجود على خطتي لـ 20-22 ومتحمسة إلو القراءة فسعيدة إنه في كتابين من كتب الخطة طلعوا معي بس أنتم متخيلين إنه صار في عنا هلأ ثلاث كتب فعليا ثلاث كتب وأنا لسه ما بديت اللعبة واللعبة هلأ بأرقام بحجرين نرد فأي خروج متطابق لحجرين نرد هذا يعني دورة إضافية سأحاول جهدي أستخدم عقلي أجمع صح كبداية ورقم 2 إني أدمج خيارات قدر الإمكان فحنشوف بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ الرمية الأولى أربعة واحد تنين ثلاثة أربعة ذهبي بطاقة ذهبية نشير ميدي ونبدأ نشوف البطاقة اللي وراها أوكي ترولز شو فورست اللي هي الغابة هاي الغابة اللي بيكون عندها قد أصيب فرودو سبق وطع فكرة طلعتنا طلعتنا في مكان ما وأعتقد وقتها اخترنا لها كتاب الحضارة المصرية لأنه بيحكي عن الأساطير فعندي كتاب أكتر على فكرة بيحكي عن الأساطير ولمشترات معرض الكتاب بس خلينا عن الحضارة المصرية مع أنه كتاب ضخم وكبير لأنه صار طالع معنا أكتر مرة بالتحدي وأنا عم بطن شو ونشوف طيب الرمية الثانية خمسة واحد تنين ثلاثة أربعة خمسة وأيضا نرجع على البطاقات بسم الله حزاة دوم رقم عشوائي واختار من التي بي أور أوكي رقم عشوائي واختار من التي بي أور الحد الأقصر رح نختار 302 عدد الكتب المش مقرؤة أو البدي أعيد قراءتها والموجودة في مكتبتي والبدء رقم 18 ما بعادلنا كتير حنرجع على 14 15 16 18 الثائر الأحمر هي عبارة عن رواية هيا نجيبها رواية الثائر الأحمر هي رواية مش كبيرة كتير حجمها معقول وهي رواية أنا حصلت عليها مجانا من مكتبة رصيف شوما فهذه تضاف أيضا للقائمة التي تنمو وتنمو وتنمو طيب نشوف هلأ الرمية الثالثة بسم الله سبعة واحد تنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة موسيقى الجان يعني شو بتحبنا موسيقى الجان حبا جمع قديش كل مرة تطلع لنا موسيقى الجان اللي هي لقد علقت واختار أو أسحب كتب بما تبقى لك باقي لنا تنتين فرح نسحب واحدة من التي بي أرجور ووحدة من البطاقات تمام نبدأ بالتي بي أرجور واو هاي تحدي هاي تحدي أسبوع أسبوع أهجم على الخطة اقرأ أولوياتك بما أتوقع أني رح أصور لكم برق قراءة لمدة أسبوع من خطة قراءاتي ما أنه في عندي أنا على الأقلية كتبين هون من الخطة اللي هما قصة الفلسفة والتطهير العلقي فأتوقع أنهم هدول كافيين بهذا الأسبوع فرح أخليهم ضمن هذا الأسبوع إذا قدرت أضيف لهم كتاب آخر مش غلط بس هما كفاية قصة كتاب واحد فيهم كفاية فالحمد لله ما رح أضيف أي كتاب أوكي نيجي هلأ على البطاقة البطاقة هي ليجولاس ليجولاس اللي هو الجان أو الجني الأكثر شهرة اللي نوجد بلورد أوفرينغس وجابوا الكاتب على الهوبيتس أيضا فبدنا نقرأ كتاب على غلافه أوراق وشجر شايفين أول كتاب بوجهي على غلافه أوراق وشجر أعتقد هذا أورسين لوبين اللص الضريف يعني أعتقد أنه هاي عبارة عن أوراق شجر وقراءة خفيفة ممكن أقول أني أنا عم بضيفها لهذا الشهر تدا إذن هذه قائمة الشهر يا جماعة شايفينه؟ خلينا نحكي شوي عنه إذن الكتب التي اختيتناها هي أول كتاب أرسين لوبين كتاب على غلافه ورقة عن بطاقة ليجولاس وهو أيضا أدب مترجم عن الفرنسية وسلسلة كتاب الثائر الأحمر رواية لمؤلف وكانت من الـ Random Number Generators أعتقد خزام دوم البطاقة الخاصة فيها وكتاب الحضارة المصرية كان عن كتاب يتحدث عن الأساطير لـ Troll Forest وكتاب بين عامر وبرلينتي بالإضافة للتطهير العرقي في فلسطين عن أطول كتب المكتبة من بطاقة ميري والتطهير العرقي في فلسطين أصلا من خطة 20-22 وآخر شيء اخترنا من طلب الجمهور اللي هو كتاب قصة الفلسفة وأيضا هو ضمن خطة 20-22 فهذه هي الكتب التي رح نقراها يا أصدقاء إن شاء الله خلال هذا الشهر أو هذه هي الكتب على خطة هذا الشهر مرحبا يا أصدقاء رجبت لكم من جديد لقيت أن معظم الكتب اللي أنا اخترتها هون ممكن تزبط لها حد القراءة معين خلينا بس نشوف كيف أول إشي فيه أن كتاب حائز على جائزة أنا مش حاطة بهدول بس ممكن أغش وأختار بدم بارد لـ Troman Caputi هذا الكتاب توقع إنه حائز على جائزة وفو من هيك أنا موصلة لنصه وحابب بكرة كوني في زيارة لـ Marathon Schumann إني أرجع هذا الكتاب فبالتالي رح أعتبر حالي قرأته وإذا مش فايز بجائزة فوسته وضبطه للتحدي هلأ كتاب تخافوا أن تقرأه أعتقد إني رح أختار عن حضارة مصرية لخزعة المجدي لأنه هذا الكتاب قرأت لخزعة المجدي كتاب من قبل حسات أنه يحتاج إلى كثير من التحرير وتطقيق وشطب الفقرات المكررة فأنا متخوفة بصراحة من هذا الإشي يعني مش من موضوعه وإنما من تحرير الكتاب نفسه وهيئة الكتاب من الداخل كتاب تم نشره في عشرين واثنين وعشرين أو سريع عشرين وواحد وعشرين بصراحة ترجمة أرسيل لوبين الحديثة بهذا الشكل هي كتاب تم نشره في عشرين واثنين وعشرين فلذلك نعم نعم كتاب من تصنيف لا تقرأه بالعادة أعتقد أنه الثائر الأحمر يمكن نعتبره زي هيك اللي هو رواية لكتاب عرب مش إنما بقرأها بالعادة لكن ما بميل أمد اللي قرأتها بصراحة فرح أعتبر الثائر الأحمر من هذا التصنيف كتاب تقع وأحداثه في بلد تريد زيارته أكيد فلسطين التصهير العرقي في فلسطين وأسف أنه العنوان على هذه الشاكلة وكتاب اشتريته بسبب غلافه رح أرجع لأرسيل لوبين اللص الضريف ليلي أنه كانت عصير الكتب من نزلة غلاف آخر غلاف الرواق عجبني أكتر من غلاف عصير الكتب فأنا اخترته نوعا ما عشان غلافه كتاب من مؤلفك المفضل خليني أقول أنه ويلد يورانت كان مؤلف المفضل وأنا في المرحلة الجامعية فقصة الفلسفة هي كتاب لمؤلفه المفضل كتاب من الأدب الكلاسيكي نرجع من أول أرسيل لوبين أيضا هي من الأدب الكلاسيكي كتاب يحتوي عنوانه على كلمتين أو أكثر أرتلت تربعهم كلمتين أو أكثر كتاب مؤلفه متوفي أتوقع ويلد يورانت مؤلفه متوفي من زمان كتاب موصى به من قبل رن أو صديق أتوقع أيضا ويلد يورانت لأن أنا كنت كتير حابة أقرأ بتذكر سلسلة الحضارة لولد يورانت بس في حدا بتذكر بترح علي قلي جربي جيبي قصة الفلسفة وأقرأيها يعني مش ضروري أنه تنتظري حتى تقدري تشتري قصة سلسلة الحضارة ليلو كتاب تريد إعادة قراءته أنا رح أغش وأعتبر أرسين لوبين أتوقع أني أنا قرأت نسخة مقتصرة بالزمانات شيء من هذا القبيل عن أرسين لوبين فأنا رح أعتبر أنه هذا كتاب أريد إعادة قراءته مش بنسخة هاي بنسخة الجيبة الصغيرة بتذكروها ما بعرف يعني إذا لستاتها موجودة لكن هو من الكتب التي أريد يعني رح أعتبره كتاب أريد إعادة قراءته فهيك إحنا بنكون سكرنا كل التحدي الخاص برين على ما أعتقد وسعيدة جدا بمشاهدتكم للفيديو متابعتكم حتى آخر لحظة